يا أهلا بحضر لكم حلقة جديدة من رقم عشر النهاردة متضايقين مستقين زعلانين من أداء منتخبنا الوطني في مباراة المنتخب النجيري كل حاجة النهاردة كانت سيئة سيئة قوي سيئة لدرجة أنك مش قادر تلاقي نقطة إيجابية تتكلم عنها تمتخيلين؟ يعني أنا مثلا من مدرسة أنه طب تعالوا نبص على الإيجابيات مش كلها سلبيات النهاردة سلبيات وأكتر سلبيات وأكتر طيب واحدة واحدة كده بداية لما قلنا كيروش مدرب كبير ومدرب محترم ده طبعا عشان هو اسم كبير واسمه محترم تاريخيا ولو سبيه رائع جدا لما قلنا نساند وندعم كيروش في المباريات السابقة قلنا ندعم كيروش حتى لو قدم أداء مش جيد أو حط لعبين مش في مراكزهم أو أصر على لعبين أو استبعد لعبين مهمين قلنا المدير الفني وهو حر قلنا الكلام ده ليه عشان ده واجبنا كلنا اتجاه المدير الفني المنتخب مصر بعيدا عن اسمه مش مباراة أنت تكسبها أو أنا أخسرها أو العكس مش لازم تقول أنا شايف من أول يوم إن كيروش سايق وإنتوا كنتوا بتقولوا إنه كويس الكصة مش كده الكصة إن احنا بندعم مدير مدير المدير في أي مكان في العالم في أي شغل أنا في الدنيا محتاج وقت ومحتاج فرصة عشان يحقق المطلوب منه عشان يطبق أفكاره ده اللي عملنا مع كيروش الفترة اللي فاتت قلنا تصفيات كاس العالم سهلة أهو جرب فيها شوية حاجات قلنا بطولة عربية ودية ومكسمنهاش مش مشكلة أهو بيجرب شوية حاجات قلنا كل ده ليه عشان لما نيجي نلعب كاس الأمم الأفريقية أو مطشين تصفيات كاس العالم نشوف منتخب كبير ومحترم اللي حصل النهاردة إن احنا كنا أقل من منتخبات كتير جدا لعبة مباراة حتى الآن في كاس الأمم منتخب مصر لما ينزل مباراة حتى لو ما كسبش فيها وده اللي أقولت لكم قبل كده احنا مش لازم نكسب احنا من لعب منتخبات كبيرة برضو بس على الأقل نلعب بأداء كويس على الأقل ما يبقاش فيه تأليف مبالغ فيه تأليف مبالغ فيه أنا أفهم زي بيب جورديولا كده في مانشستر سيتي ومع أي فريق إيه يقولك إيه الأوفر كوتشنج اللي هو قرر يبالغ أو يأفور في طريقة لعب أو تشكيل معين في مباراة حسيمة فالناس تنتقد بيب جورديولا رائع جدا ده ليه؟ عشان ألف في حاجة بس حتى هو بيألف بتبقى شايف وفاهم التأليفة النهاردة فيه تأليف أنت مش فاهمه